مثقل بالمعاناة تارة لا يقدر على مواجهة واقعه وتارة يتشبث بأمل العيش مع كل ذهاب لجلب الماء لأسرته من أحد الآبار في مدينة تعز يعود أحمد بقطع كرتونية لاستخدامها في طهي الطعام كخيار لجأت إليه الأسرة بدلا من مادة الغاز المنزلي المنعدمة عن المدينة الله هي معانا الغاز معايشين على الموقعات هذا بالكاراتين للصين الغاز نحصل بالثلاثة بالأربعة على شهور المواد الغذائية قد هي معبوء إلا لا تقدر تشترى لك حاوة الأكل بس إنهارت العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها لينهار أحمد عشرات الآلاف من الأسر أمام لهيب أسعار جميع السلع وضع يهدد أحمد وأبناءه الستة في وصولهم إلى حافة المجاعة والله الحل هذه حكومتنا هي المفروض التي تطرح الحل لهذا الشيء المطل ما بيده حاجة الحكومة التي تقدر هي تنزل العملة والتي ترفعها إلا سكتت على الأسرفين هذه يرفع العملة طبعا البلاد للدمار دنى أحمد من موقده في حديقة منزل اتخذ منها مسكنا مؤخرا بعد فرض مالك المنزل السابق دفع إيجار السكن بالريال السعودي فلم يجد سوى هذا المكان ليتخذ منه مسكنا لعائلته فظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة تتفاقم يوما بعد آخر منذ فقدان مصدر دخله قبل ما يقارب سبعة أعوام بسبب حرب ميليشيا الحوثي الإيرانية تصلحنا الأمور هذا يعني أشكنا يا أخي المواطنين هذا بالضبح الشتاب معامجوها لكل ناس المواطن كم من واحد معه أسره 14 نفر 15 نفس يعيش على الغلاء والبق يولي يخبز له يصرح له الفرم يمسكه طوابير من ثلاث ساعات تكالبت المعاناة على الأسرة فلا مصدر دخل ولا مسكن ولا ماء ولا غاز باتت في العراء ومثلها آلاف الأسر غدت ربما ترقب الموت جوعا ومرضا بعد أن فقدت الأمل بالحكومة الغارقة في وحل هموم مصالحها الشخصية يكابد سكان مدينة تعزويلات الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية جراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وأمام هذه المعاناة الناتجة عن إهمال الحكومة يتهم السكان الحكومة بالمتاجرة بمعاناتهم للاستمرار في بقائها في الخارج عبد العزى الزبحاني يمن الشباب تعز اشتركوا في القناة